واقع مأساوي يعيشه قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي تتأزم بعد نحو ثمانية أشهر من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع والتي تسببت باستشهاد وإصابة عشرات الألاف في حصيلة تزداد يوما بعد الآخر وبعدما امتدت الحرب لتطال مدينة رفح ازدادت الكارثة الإنسانية حيث أدى الهجوم على المدينة منذ أوائل مايو إلى نزوح نحو مليون شخص نزحوا سابقا من مدن الشمال وانتقلوا للعيش في مناطق جرداء أو مبان هدمها القصف ليس بالقصف أيضا وحده يموت الغزيون بل بالجوع إذ تؤكد الأمم المتحدة أنه بسبب انخفاض كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع بمقدار الثلاثين منذ بدء عملية رفح تفاقمت معدلات الجوع في وسط وجنوب قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق مع بري رفح وكرم أبو سالم وكالة الأونيرو أكدت في هذا الصدد أن نحو 10% من أكثر من 17 ألف طفل خضعوا للفحص بين شهري يناير ومايو يعانون من درجة ما من سوء التغذية الحرب على قطاع غزة دمرت القطاع الصحي حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن 14 مستشفى فقط من بين 36 ما تزال قادرة على العمل يأتي هذا فيما أكدت الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 11 ألف مريض وجريح في حالة حرجة إلى الإجلاء الطبي بسبب نقص كبير في الاحتياجات الأساسية لعلاجهم وتشير المنظمات الأممية إلى أن أعداد الأطفال الذين تعرضوا للصدمات النفسية بسبب الحرب يتزايد مع استمرارها كما تحذر ويكلات الإغاثة من تزايد المخاطر الصحية الناجمة عن تدمير شبكات الصرف الصحي والتي بدأت نتائجها تظهر بشكل كبير بسبب انتشار الأمراض بين الأطفال والكبار